بسم الله الرحمن الرحيم أتحدث في هذه المحاضرة عن التعريف بالدولة والهدف من قيامها المقصود الدولة الإسلامية تهدف هذه المحاضرة إلى عدة أمور الأمر الأول تعريف الدولة بشكل عام تعريف الدولة الإسلامية بشكل خاص أيضا تهدف هذه المحاضرة إلى أهداف قيام الدولة الإسلامية وكذلك تهدف إلى بيان حكم تنصيب الخليفة أو الإمام أو الحاكم أو الرئيس وأدل ذلك من الكتاب ومن السنة مفهوم الدولة الدولة مجموعة كبيرة من الناس أو ما يسمى الشعب تعيش على قطعة من الأرض أو ما يسمى الإقليم يقوم على تنظيم شؤونها في الداخل والخارج وفي السلم وفي الحرب هيئة حاكمة وفق نظام معين هذا تعريف للدولة على وجه العموم فأي دولة ممكن أن تطبق عليها هذا التعريف الدولة الإسلامية لا تخرج عن هذا المفهوم إلا أن النظام الذي يطبق في الدولة الإسلامية هو النظام السياسي الإسلامي فنجعل بدل نظام معين وفق النظام السياسي الإسلامي فيكون تعريف الدولة الإسلامية مجموعة كبيرة من الناس تعيش على قطعة من الأرض يقوم على تنظيم شؤونها في الداخل والخارج وفي السلم وفي الحرب هيئة حاكمة وفق النظام السياسي الإسلامي أو وفق الشريعة الإسلامية أهداف قيام الدولة الإسلامية قيام الدولة الإسلامية يهدف إلى عدة أمور الأمر الأول إقامة الدين الإسلامي وإقامة شرع الله في الأرض بحيث أن الناس يعبدون الله عز وجل بحرية مطلقة كاملة لا أحد يمنعهم أو يضايقهم في أداء العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم ولا يعني هذا أن نجبر أو أن الدولة الإسلامية تجبر غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام لا إكرهها في الدين قد تبين الرشد من الغي وإنما الدولة الإسلامية تمنع تقف بالمرصاد ضد من يمنع المسلمين من إقامة شعائرهم في أرض الله عز وجل وكذلك تعطي المجال والحرية لغير المسلمين أن يتفكروا ويدرسوا ويتعلموا ويفهموا الإسلام فإن أرادوا أن يدخلوا فيه فلهم وإن لم يريدوا أو إذا لم يريدوا ذلك فأيضا هذا لهم لا إكراها في الدين الدليل على هذا الهدف قول الله عز وجل الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ومعنى إن مكنناهم أي جعلنا لهم المقنة والدولة والسلطة إذن هذا هدف من أهداف كامل الدول الإسلامية الهدف الثاني سياسة أمور الدنيا سواء كان ذلك في السياسة أو في الاقتصاد أو في العلاقات الأسرية أو العلاقات الاجتماعية سياسة كل ذلك بالشرع بالدين بالقواعد الشرعية بالنظام السياسي الذي أعده أو شرعه الله سبحانه وتعالى وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذا هدف أيضا من الأهداف قيام الدولة الإسلامية أو من أهداف قيام الدولة الإسلامية ضبط الأمن ومنع العدوان الداخلي والخارجي ضبط الأمن داخليا بالقضاء على من يعتدون على الناس أو يخوفون الناس أو يقتلون الناس والخارجي منع العدوان من أي دولة خارجية على الدولة الإسلامية وما يسمى بحماية الحدود أو الثقوط أيضا من الأهداف إقامة العدل بين الناس وقطع الخصومات والمنازعات بين الناس كذلك من أهداف قيام الدولة الإسلامية توفير العمل للقادرين على العمل وتوجيه الناس إلى العمل وتوفير الحاجات الضرورية للناس من التعليم والغذاء والصحة والسكن كل هذا منوط بقيام الدولة الإسلامية ومنوط بها اتجاه شعبها هذه أهم الأهداف التي يمكن أن تذكر في هذا المجال من قيام الدولة الإسلامية آخر نقطة في هذه المحاضرة حكم تنصيب الخليفة أو الحاكم أو الملك أجمعة الأمة على وجوب تنصيب خليفة أو حاكم والأدلة على هذا الحكم من الكتاب ومن السنة فمن الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجه الدلالة أن الأمر بطاعة ولي الأمر يقتضي إيجاد ولي الأمر فإيجاد ولي الأمر وتنصيب ولي الأمر هذا أمر واجب حتى بعد ذلك تأتي وتطيع ولي الأمر أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية وجه الدلالة من هذا الحديث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله والبيعة له كذلك من الواجبات ولا يمكن أن نحقق هذه الواجبات إلا بوجود الخليفة فما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب هذا والله أعلم وأحكم موسيقى